هو الحادثة بتاعت الشرقية واللي هي ممكن تكون مكررة في كل مكان يعني بتفتح ليه أنا يعني عناوين فقهية ضخمة زي العناوين اللي هنتكلم عنها في مسالة التعدد يعني أولها إن هذا الأب اللي أكبر بنته على الزواج وهي بنت 13 سنة أنا بسميه الولي الذي وجوده عدمه سواء وجوده زي عدم؟ أمال هي طبعاً بس ده وجوده كده دلوقتي عزك في الحالة اللي كنا نتكلم فيه وجوده نكسا لما تقرف كل كتب الدنيا لما ترجع للدنيا الزمان ودلوقتي برضو في نصطيبين أكيد وتشعر إن فيه عبارة فقهية ذكرها الأئمة كلهم إن الأب لا ينازعه الولاية في زواج ابنته أحداً وعندك كلمة هي بن قسين لكمال شفاقته يعني الأصل الأصيل إن الشفاقة عند الأب ببنته مليون في المية يعني مليون في المية تحت اسم الأصل الأصيل يعني خلينا في الأصل الأصيل الأول الأصل الأصيل أبويا يعني آآ يموت فدايا ما فيش بعد كده لا فيش ما فيش وصف فكل إنك تلاقي واحد 13 سنة بس الحمد لله أنا ببشرك وببشر كل المهتمين وكل اللي بيحبوا هذا الدين يعني وإن عندنا عنوان في الفقه اسمه عضل الولي عين ضاد لام أيوة كلمة عضل دي مقدرش غيرها لأن ده عنوان تاريخي زي شرع يعني ظلم الولي الولي ده ممكن يكون أب مختل أه طبعاً الولي ده ممكن يكون أب مختل في هذه الحالة الشرع قال للبنت اجري بلغي عن أبوكي وللحقين يا حكومة أبوي عايز يوديني في داهية أو يديني الواحد غير كفء عشان ياخد منه سجرطين ولا إرشين ولا يبيعني ولا راجل مختل عقلياً فالحكومة شرعاً تنقذها من أبيها الذي هو كما يقول مبروك عطية ولي لا كالولي زي اليتم الحكمي اليتيم الحقيقي اللي أبوه دفنوه اليتيم الحكمي اللي النطع اللي يخليفه عايش ولا بيصرف عليه ولا بربيه ولا مهتم بشؤون ده اسمه يتيم حكماً شكراً للمشاهدة